إلى صحيفة الاندبندنت البريطانية الإعدامات تطارد المتظاهرين في إيران وإيطاليا تحتج استدعى وزير الخارجية لإيطالي انتونيو تاجانيا سفيراً الإيراني للاحتجاج على القمع غير المقبول للتظاهرات التي تقودها النساء في إيران بحسب ما أعلن مكتبه أمس الثلاثة السابع والعشرين من ديسمبر وافدت الخارجية الإيطالية في بيان أرسلته إلى وسائل الإعلام إنه جرى استدعى السفير المكلف محمد رضا صابوري إلى اجتماع اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من ديسمبر وسبق أندانا تاجاني الوضع في إيران وصفه بأنه عار غير مقبول قائلاً إن رئيس روما تنتهج نهجاً صارماً في الدفاع عن المرأة لكنه أكد في تصريحات الخميس الماضي أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة جورجيا ميلوني ترد أيضاً على إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية في طهران لسيما فيما يتعلق ببرنامجها النووي في سياق متصل قالت منظمة حقوقية في إيران غير حكومية ومقرها أصل الثلاثاء إنما لا يقل عن مئة إيراني يعتقلوا خلال أكثر من مئة يوم من الاحتجاجات في بلادهم يواجهون تهماً يعاقب عليها بالإعدام وآدم الطهران هذا الشهر شابين على صلة بالتحركات في حملة قمع متصاعدة من قبل السلطات يقولوا ناشطون إنها تهدف إلى بث الخوف بين السكان وفي حصيلة تم تحديثها ونشرت ثلاثاء أفدت المنظمة بأن أربعمائة وستة وسبعين متظاهراً قتلوا منذ منتصف سبتمبر أيلول وقالت الأمم المتحدة في نوفمبر 22 إن 14 ألف شخصاً على الأقل اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات في إيران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة